أهلاً بحضراتكم في ناس كتير جداً بتخاف من الحسد بتحاول قدر الإمكان أنهم طول الوقت يبعدوا عن أي شخص ممكن يحسدهم أو يبص في حياتهم والحسد ده ممكن يترتب عليه مشاكل أسرية وكمان ممكن يوقف مستقبل أشخاص أو هم بيعتقدوا أنه ده ممكن يحصل ويبتدوا بقى يقولوا ويسقطوا عن أي مشكلة تحصل لهم في حياتهم على أن حد حسدهم هو حد بصص لهم في حياتهم المصطلح الجديد المنتشر بقاله حبة أن الناس بصوا في حياتهم صحيحة منا الحسد زي ما كلنا عارفين مذكور في القرآن الكريم الفقرة دي هنتناول الحسد من منظور ديني هل الحسد فعلاً ممكن يكون سبب رئيسي في التفرقة ما بين الأصدقاء أو ما بين الأزواج سبب في هدم بيوت في بعض الأحيان عايزين نعرف أكتر عن الحسد وإزاي يتم تحصين بيوتنا وتحصين أروحنا وأنفسنا كمان من شر الحسد ومن شر حسد إذا حسد معنا ضفنا اللي منوارنا في الستوديو الشيخ السيد عرفة الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية ضيف كريم كالعادة معنا دايماً في الصباح الخير يا مصر منوارنا يا فنو أهلا وسهلاً بحضرتك ده بعض من نوركم ربنا يحفظكم ويبارك في حضرتك الحسد موجود مذكور في القرآن دايماً لما فيه أي حاجة بنتكلم يقولك خلي بالك ده الحسد مذكور في القرآن فحبين نعرف الحسد أو هذه الظاهرة من منظور ديني بداية بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وإحنا في صباح يوم الجمعة بنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج اللهم معنا ما نحن فيه بسر أسرار سيجعل الله بعد عسر يسر وبعد يعني بشكر حضراتكم على هذه المقدمة وهذا الترحاب لما نجي نتكلم عن الحسد الحسد مذكور حتى عند الإغريق ومذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل ومذكور حتى في القرآن يعني لازم أؤمن به لأن احنا مش هنهرب من الحاجة دي لا الحاجة دي موجودة وذكرت في القرآن ربنا يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعندنا صورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد فإحنا لما بنتكلم بنتكلم أن الحاجة دي موجودة عندنا بالفعل طيب يا عم الشيخ هو يعني إيه الحسد لأن بعض الناس زي ما قالت الدكتورة مننا من شوية بعض الناس عندهم أقصى اليمين أوي لا هو ما فيش حاجة اسمها حسد وعندي بعض الناس أقصى الشمال أوي ده أنا لو حد قال لي أنت ما شاء الله إيه جمال ده النهاردة يب حسدني وإيه أنا بعدها يب حسدني فأنا عايش طول حياتي أن فلان قال لي صباح الخير وبصيلي النهاردة فأنا حصلي حاجة بعدها يب حسدني فصاحب أقصى اليمين ببص الأقصى الشمال إيه الجنون اللي أنتوا عايشين فيه ده لا طب أنا كمسلم عايش في النص في النص بمعنى أن أنا عايش بإرادة ربنا سبحانه وتعالى لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك حتى ربنا يقول في السحر حتى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يب كل حاجة هتحصل في حياتي بإذن الله وسيدنا النبي علمنا حسن التوكل على الله والاعتصام بالله واللجوء لله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا عبد الله بن عباسك ده وعلم أن الأمة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة لا وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء إن قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء إن قد كتبه الله عليه طيب يعني أحسد الحسد طاقة سلبي ولكن ضعيفة عايزين نحط تحت ضعيفة دي ألف خط يعني عم الشيخ ده يعمل ويسوي آه سيدنا النبي قال إن العين حق طيب ولكن هي طاقة سلبية ضعيفة طيب هو الإنسان محتاج إيه من لقدامه للأسف الحسد الأئمة يقوله ده مرض من أمراض القلوب ربنا عافي كل مبتلة الحقد والحسد والكبر والعجب دي كلها اسمها أمراض قلوب ربنا عافي كل مبتلة طيب الحسد يقوله هو النظر لما في يد الغير بل تمني زوال زوال نعمة الغير ربنا عافي يعني العملية كبرت شوية إننا نفسي الحاجة اللي عند الدكتور تزول ليه؟ رجع لحاجات تانية رجع لثقافات رجع لأسباب يعني بعض الأمة كانوا فصلوها كده في كتاب مثلا بريقة محمودية كان يقولوا إن الحسد له ستة أشياء منها الكبر إن أنا مثلا بقعد مع أصدقائي وبقعد أقول لهم ده أنا بعمل ويه بسوي وطبعا عندنا دلوقتي وسائل التواصل إن أنا ممكن كل شوية أنزل صورة أنا بتغدى في المطعم الفلاني عندي ولد عندي بنت كل شوية بتصور معهم بعض الناس بتعمل ده بطريقة غير مقصودة ده هو بعبر عن فرحته إن أنا موجود في الحاجة دي بس ممكن تزيد عند بعض الناس ممكن تفاصيل الحياة بيذكرها قدام الناس وده غلط الصح أنا بعرض نفسي لواحد ممكن يبصلي في حياتي إن طب ما أنا زي زيك إحنا متعلمين سوا ومتربيين سوا بس اللي بيحط الصور دي ما بيحطش وهو تعبان ما بيحطش وهو عيان ما بيحطش وهو متنكد عليه لو عنده مشكلة في شغله ولا بيته ومش بيحط ولاده وهم تعبانين الناس بتحط الجانب الكويس في حياتها فالمنطقي إن أي شخص عقله وقلبه سليم هيقول زي ما بيأخد حاجات كويسة أكيد بيأخد حاجات وحشة جميل أحسنتي ده حاجة تانية بقى هو لما تكلم قال العجب والكبر إن أنا فرحان بنفسي مبسوط باللنا فيه وبعد كده قال الحقد هو ده النظرة بقى إن فلان يعني شايفني أنا في حتة أفضل منه فبتمنى لا أنا عاوزه أقل مني دايما وفي حب الرئاسة في واحد يبص ده احنا هنكون زي بعض لا أنا مععد في مكان مفروض أنا الرئيس المكان فأنا فبص للإقصادي لا مش عاوزه يبه في الحتة اللي أنا فيها أبدا فليها أسباب لذلك حتى الإمام الغزالي يتكلم عنها في حياء علوم الدين رضي الله عنه وأرضاه يتكلم باستفاضة عن الحسد ليه؟ بعلمنا إن الحاجة دي موجودة لذلك حضرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل إن اتنين من الصحابة بواحد منهم نظر للتاني النبي زعل قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخاه ما يعجبه يعمل إيه؟ فليتبرك يعني يقول ما شاء الله تبارك الله زي ربنا لما حكلنا في صورة الكهف صورة الكهف أصحاب الجنة واحد من الاثنين كده هو مشي مع صديقه شوي عامل إيه تعالى شوف الجنة بتعتي وأخذ ومشي في الجنة بتاعته وما شاء الله ربنا ذكر القصة دي من الآية 32 لحد الآية 40 في صورة الكهف اللي إحنا المفروض بنقرأه يوم الجمعة ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا الحد ما ربنا يعلمه في الآخر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليه؟ عشان أنا ممكن أنا اللي يتطرق بي الأمر أنه نحسد نفسي أقول طيب أنا وصلت لنا في إزاي أنا أعملت لكم إزاي يعني الحسد طبعا زي ما حركت ذكرت هو مرض من أمراض القلب السوداء بشكل كبير طيب حينما أتمنى زوال النعمة عند غيري فده حسد مباشر طيب حينما أتمنى أن أكون في نعمة مثل غيري يعني هو الفارق حتى عشان نحدد المفاهيم ما بين الحسد وما قبل الحسد يعني الغبطة كما يقولون أحسن أن أشعر أنني أريد أن أكون في حياة سعيدة مثل غيري أتمنى أن أكون في مكانة مثل غيري هنا كيف نتحكم في هذه المشاعر كخلق الإنسان المسلم أحسنت يا دكتور ربنا يحفظكم ويبرك فيك بالفعل أنا عاوز أفرأ بين الغبطة المحمودة أن أنا شايف الدكتور ما شاء الله حاجة كويسة وكان زميلي وكنا مع بعض وهو ما شاء الله في مكانة والعربية بتاعته جاب عربية حديثة وأنا العربية بتاعته فنفسي أكون زيه ولكن أنا ما بحسدوش أنا أتمنى أكون زيه لأنه يعني هو اجتهد واشتغل على نفسه وأنا عاوز أكون زيه فدي اسمها غبطة محمودة لذلك كان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من تمام الإيمان وكمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لأن سيدنا النبي قال لنا إن كل المسلمين زي بعض إنما المؤمنون إخوة فمن تمام وكمال الإيمان إن أنا أحب الأخويا زي ما بحب النفسي للأسف أمراض القلوب تسللت للناس فإحنا بنقول لكل الناس لا الحاجة المحمودة أنا نفسي ابني يكون زي ابن الدكتور نفسي يدخل المدرسة نفسي يكون اللغة بتاعته والنطء بتاعه وأنه يكون متفوق زي أولاده بس دي اسمها غبطة محمودة اللي هو التشبه بالصالحين صلاح إنما الحاجة التانية بقى على النقيض اللي هو المذموم اللي هو الحسد إننا لا ده أنا شايفه أحسن مني لا أنا مش عاوز حد أحسن مني ولاده أحسن من ولادي لا أنا مش عاوز حد أحسن من ولادي فده أنا دخلت هنا وبعدين للأسف البيئة إحنا بنعلم أولادنا ونربي أولادنا في جو الأب والأم ممكن ما ياخدوش بالهم إنه طول النهار إحنا محسودين فده ينطبع على الأولاد ليه لإن التربية بالقدوة أنا بربي بالقدوة الشخصية الأفعال ده سبعين في المئة من التربية أولادي بيتعلموا من الأب والأم فإذا كانت الأم طول النهار مسكة المبخرة وعملة تقولك ده فلانا حسدتنا وفلانا ممكن ده ينطبع على الأبناء لا أنا بغرس في أبناء التوكل على الله الاعتصام بالله الثقة في الله إن أقدر ربنا كلها خير عطاء ربنا خير ومنع ربنا برضو خير فأنا مش كل العطاء بيكون بأن ربنا يديني لا ده ممكن المنع هو عطاء في عين ذاته لذلك الصالحين يقولوا كده عطاءه عطاء ومنعه عطاء المسلم يقدب نفسه إزاي عشان يضمن إن هو يبقى ماشي على السرط المستقيم زي ما بنقول يعني الغبطة احنا تكلمنا عليها لكن مش مجرد أنا قاعد في بيتنا نايم بتفرج على ولا حاجة كده وغير يقاعد عمال يشتغل ويتعب ويشتغل على نفسه وزي ما حالك بتقول عايز ولاده أحسن ناس فينزل يوصلهم دروس وتمرين ويذاكر معاهم ويجتهد وأنا قاعد مجرد بس بقول يا سلام يا ربي يبقى عند زي اللي عنده إزاي يقدب نفسي أنا الأول علشان أقدر أهل النعمة ربنا الجميل أحسنتي ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الناس وفضل الناس بعضهم على بعض فأنا كمسلم أنا عندي يقين في عطاء ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال لي وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني بس أنا باصص لفلان إنه عنده طب ما أنا ربنا مديني في نفسي أبص لنفسي أنا باكل غير ما بقدرش أنا بشرب أنا بتحرك أنا ربنا رزقني بولده ورزقني ببنت غير ما عندوش يبقى نعم ربنا سبحانه وتعالى لازم أنظر ليها وعلم أولاها دي ده ما يتعرضش مع الطموح يا شيخنا خالص أبدا يعني الواحد دايما بيبص للأفضل عشان يطمح أنه يوصل زيه حضرتك بتقول إنه يقارن نفسه بمن لا يملك فهنا هنيجي نقول طب إحنا نعمل إيه نتجي فأني تجي ده أول سبب إن أنا محسدش إن الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى يعني الرضا عن الموجود وعدم السخط عن المفقود يعني أنا ما عنديش العربية الجميلة موديل 23 بس أسعى وحاول مش عشان أجيب العربية طب ما اشتغل زي ما قلت حضرتك بشتغل على نفسي بجد واكدح وسعى واعمل وقل اعملوا فسير الله فامشوا في مناكبها واكلوا من رزق اشتغل مرة واثنين وتلاتة وشغلانة واثنين وتلاتة الحد ما ربني وسع عليك خد ولادك للتمرين وعلمهم وربيهم ووديهم قرصات هو ده اسم الرضا عن الموجود وعدم السخط عن المفقود هل احنا في بعض الأحيان شخصي بنفتقد أو بنألف النعم يعني اعتياد النعم حتى النعم البسيط يعني الأكل والشرب التنفس هذا النفس اللي أنا باخده كل يوم الصبح فيه غيري محروم منه يعني هل احنا عندنا قافة اعتياد النعم ألفة النعم وهو ده أحسنت ربنا يحفظكم ده راجع لإيه راجع أن أنا مش مدرك نعم ربنا علي لذلك بعض الناس يعني مشكلتهم في عدم الرضا عدم الرضا هي الدين العدم الشكر واللي بيرضى بعطاء ربنا سبحانه وتعالى لازم يشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى لذلك كان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحمد ربنا ويشكر ربنا في جميع حاله لذلك النبي لما يقعد بيحمد ربنا أنه قعد لما يقف بيحمد ربنا أنه وقف لما يجي ينام بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على النوم لما بيستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لما يلبس يقول الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكساني إياه من غير حول مني ولا قوة يبلعب دي طول حياته في حمد ربنا سبحانه وتعالى ده يوديني لإيه لإن شكرتم لأزيدنكم كثير من الناس مشكلتهم أنا مش راضي عن النعم لربنا الدهالي عدم الرضا عن الموجود فمش راضي ليه لذلك بيحصل عنده الحسد بيحصل عنده أمراض القلوب إنما لو أنا رضيت وعلمت اللي حوالي الرضا ما أنا لسه يقول لك ربنا بقول لي وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تقعدون فبقول لي بص لنفسك أستاذتنا الدكتورة بتقول طب أنا كده هنبص اللي حوالينا ليه دايما ما يكونش عند طموح لا ما يتعرجش النبي بقول لي لا تنظر إلى من هو أعلى منك ولكن انظر إلى من هو دونك ولا تمدن عينيك ده ربنا قال لي حضرة سيدنا النبي كده لا تمدن عينيك صلى الله عليه وسلم بعلمنا إيه؟ بعلمني أن أنا أبص للي تحت شوي أنا كنت فين من كم سنة وبقيت فين دلوقتي ولو اشتغلت على نفسي هكون فين؟ أقارن نفسي بنفسي بدلا ما أقارن نفسي بآخره مشكلتنا احنا في المقارنات مشكلتنا ده صاحب اللي كان معايا في التعليم سافر فين دلوقتي وجاب إيه وعمل إيه وتجوز مين وعنده ولاد مدخلهم مدرس إيه لا ما بقرنش إنما لازم أرضى بحياتي الرضا عن الموجود أنا راضي بقضاء ربنا طالما أنا ما أصرتش في السعي والكد والعمل والاجتهاد لا أنا أخذت بالأسباب طيب لذلك منهج ربنا لإن شكرتم لأزيدنكم وقال لي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جميل أو المفسرين يقولوا قال نعمة ليه ما قالش نعم ليه قالوا لإن الإنسان استحالة يقدر يعد نعم ربنا عليه هعد النفس اللي بتنفسه زي ما حضرها عد العين وما بتغمض وتفتح وتفل هعد السمع هعد الحركة هعد إيه لا نعم ربنا لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لذلك عاوزين نعلم ولادنا ونعلم بناتنا الرضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى والرضا عن الموجود والتأمل في إرادة الله إن أنا أقدر أسعى وأقدر أجيب وأقدر أعمل وده لازم يكون عندي طموح وده سن النبي علمه للصحابة سن النبي كان ببشر الصحابة إن هيحصل خير بعد كده لذلك كان عندهم اجتهاد وكان عندهم سعي وكان عندهم حتى في التعليم كثير من الصحابة تعلموا أكتر من لغة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل إن من الصحابة اللي تعلم لغة في أسبوع تخيلي تعلم لغة في أسبوع ليه عشان يكون قدام سيدنا النبي عنده قدرة لذلك بعض الكتاب قالوا إن أكتر الصحابة تعلموا لغات أكتر من عشرين لغة في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكونوا في جانب سيدنا النبي في المعاهدات والمواثيق والرسائل اللي بتكتب للملوك والأمراء فكان عندهم طموح وكان عندهم سعي وكان عندهم كد وده ما بيتعرضش أبدا مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى بنشكر حراك شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات والمعلومات وزا ما حراك ذكرت في بداية الحديث ما يقع في ملك الله إلا بإرادة الله بس كنا عايزين التحصين بقى ناخد حاجة سريعة كده هو أنا عندي الذكر وعندي الفكر الفكر احنا تكلمنا فيه أن لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى وما هم ضررين به من أحد إلا بإذن الله الذكر بقى أن أنا أحصن نفسي أحصن أولادي طب إزاي عم الشيخ حاجة بسيطة أبدا عندي صورة الفاتحة الفاتحة سن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الفاتحة أعظم أعظم صورة في القرآن الكريم في حديث أبي سعيد تمام عندي بعد كده صورة البقرة سن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعه البطلة عن السحرة عندي بعد كده أيت الكرسي أعظم آية في القرآن من قرأها في ليلته النبي يقول كده لا يقربه شيطان حتى يصبح عندي المعوذتين اللي هو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد كمان سن النبي كان يرقي نفسه بها صلى الله عليه وسلم نرئي نفسينا ونرئي أولادنا من شرط حد يرئينا الذكر برضو عندي بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل عين حاسد الله يشفيك ودي الرقية اللي رقى بها سيدنا جبريل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي كان بيرقي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والرقية اللي رقى بها سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل فلازم لنا الذكر والفكر ونسأل الله أن يحصننا في بيوتنا ويجعل بيوتنا أمنا أمنا سلما سلاما سقاء الرقان وسائر بلاد المسلمين اللهم أمين ربنا يحفظنا ويحفظ بيوتنا وأهلنا وأنفسنا جميعا أشكرك شكرا جزيلا الشيخ السيد عرفة الواعد بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح الخير على حضرتك صباح الأنوار والبركات